بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب هل نصى النبي الأكرم على الإمام علي بالخلافة؟ وهل نصى كل واحد من الأم الاثنى عشر على الإمام التالي؟ هذا السؤال مقدم من الأخ صديق عباس الحسن يقول السلام عليكم سيد أحمد أولا هل نصى النبي على إمامة الاثنى عشر بأسمائهم؟ هل نصى النبي على إمامة علي بعده بلا فصل؟ هل نصى الإمام علي على الحسن؟ هل نصى الحسن على الحسين؟ هل نصى الحسين على زين عبدين؟ وهكذا إلى أن نصل إلى الحسن العسكري؟ هل نصى على أولادة ومهدوية وإمامة وغيبة وأصمة وطول أمر ولده محمد؟ اللي على هذا مذهبنا الاثنى عشر قائم؟ هل نصوص موجودة فعلا أو لا؟ وقلت له ما يلي باختصار لأن هذا الموضوع بحثنا كثيرا ويمكن نبحث الدائما يعني والأخوة جزاهم الله خيرا يعني استشكلوا ورد بعضهم على بعض وبينوا صار نقاش طويل عريض حول هذا الموضوع في صفحتنا على الفيسبوك الجواب اختصار لا يوجد أي نص على أي واحد من الأئمة ولا أي توصية بالخلافة والإمامة حتى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم لم ينص على الإمام علي ولم يوصي له بالخلافة أوصله بشؤون عائلته ونساءه وكذا وديونه قضاء ديونه وأخذ أمتعته يعني تراث النبي وقال له أول شيء النبي طلب من العباس أن يتولى هذا الشيء أن يكون وصية من عمه العباس فالعباس قال له أنت ما شاء الله ديونك كثيرة وأنا ما أقدر ما أطيك أنه أتحمل هالمسئولية مرة مرتين فالنبي توجه الإمام علي قال أنت صار وصية وصية موجودة إمام علي أوصى بها أيضا وصية أخلاقية وروحية وما بيك أي إشارة للحكم والخلافة لأن الإمامة هذه النقطة مهمة جدا دولة اللي جادلون بين السنة والشيعة يغفلون عن هذه النقطة حقيقة الإمامة ليست من الدين يعني الحكم الحكم والسلطنة والزعامة والرئاسة هاي مو من الدين تشوف القرآن الكريم أقرؤه من أول إلى آخرة ما بي حديث عن الدستور دستور نظام الحكم ومن يحكم ومن ما يحكم ومن يعشرة يجي وما إلى ذلك الإمامة والخلافة يعني والحكم ليست من الدين وإنما هي من العرف والعقل والسياسة طبعا للعقل الناس العقل لا يجتمعون ويصووا النظام معين وهذا هو القرآن الكريم يتحدث عن الدين ولا يتحدث عن الدستور ونظام الحكم ومن يحكم ومن لا يحكم وكيف تنتقل الخلافة من واحد إلى آخر وإنما اكتفى بالدعوة إلى العدل عن الحكام والعدل لازم الناس كلهم يحكمون بالعدل وبالطبع لم يتحدث النبي عن قائمة بأسماء أم 12 هذا صارت بالقرن الرابع ما كانت معروفة حركة واقفية مثل حركة الواقفية اللي وقفوا على سبعة أم بالإمامية يعني وقفوا على 12 واحد و12 واحد ما موجود و11 واحد وإنما هذه النظرية الاثنى عشرية اختلقت في القرن الرابع الهجري ولم يكن يعرفها الشيعة ولا أهل البيت من قبل وهناك أدلة كثيرة لو يقرأ تاريخ أهل البيت يشوف مثلا موضوع البدع هذا أدث مرات حدث في تاريخ الشيعة وتاريخ الأئمة الإمام جعفر الصادق أوصى إلى ابنه إسماعيل قال هذا إسماعيل يصير مثلا بعدي إمام عليكم ومات إسماعيل في حياة الصادق فقال خلص بعد مرة حوصل إلى أحد قالوا له من الإمام بعده قال تجون ياه اللي قاعد بمكاني الأكبر من ولدي كذا اللي باقي بالحياة مثلا هو اللي ناس يشيرون إلي هذا خليفة فلان مو كنا صريح من الإمام الصادق على إمامة من اللي صار بعد الصادق عبدالله الأفطح كل الشيعة أمنوا بإمامته بس هذا المسكين توفى بسرعة بعد سبعين يوم فوقعوا شيعة بحيرة قالوا شلون هذا بعد ما قلنا بإمامته ما عنده أولاد حتى تنتقل حتى طفل زيار ما كان عنده فوقعوا في أزمة وفي حيرة وفترقوا الذين قالوا بإمامتي إلى ثلاث فرق فرقة قالت من يقولكم ما عنده ولد لا عنده ولد مخفي هم اخترعوا من أنفسهم اسمه محمد بن عبد الله الأفطح وهو المهدي المنتظر فرقة قالت خب شكوا بيها نحن نروح إلى أخيه موسى بن جعفر فانتقلوا وصاروا موسوية من عبدالله الأفطح إلى موسى بن جعفر سموهم فتحية فتحية يعني يجمعون بين عبدالله الأفطح وموسى بن جعفر قالوا ما عندنا مشكلة إذا الإمام ما عنده ولد نروح لأخيه قسم آخر قال لا الموسوية قالوا لا ما يصير هذا لازم نشطب اسمه من الإمامة نمسح اسمه صحيح أننا سبعين يومنا كنا بإمامته ولكن نحن غلطنا بالنمراء خلنا نمسح اسمه فمسحوا اسمه راحوا موسى بن جعفر سموهم موسوية فعندنا فتحية وموسوية الفتحية استمروا لأن الرضاها جاء بولد لما توفى عنده ولده صغير أمره سبع سنوات الجواد هم راحوا الفتحية راحوا إلى أخيها أحمد الجواد توفى عنده ولد ثمانة سنوات أمره علي الهادي هم راحوا إلى واحد آخر من أهل البيت الإمام الهادي نفسه أوصى إلى سيد محمد هذا المسفون ببلد مدينة بلد قال هذا الإمام بعدي وهذا أيضا مات في حياة الهادي فقال لقد بدأ لله في محمد كما بدأ في إسماعيل الله غير رأيه ماكو شي اسمه بصية وبعدين شنو صار قال للحسن العسكر يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمره يعني أنت ما كنت إمام من قبل بس أخوك مات أنت سلت إمام الله إذا معين إمام من قبل والنبي مسميه من قبل ليش الهادي ما يعرف اسمه ليش جعفر الصادق ما يعرف موسى بن جعفر أنه هذا يحصل إمام من بعده ما وصل إله وما قال له وموسى بن جعفر ما وصل للرضا والرضا ما وصل للجواد ولا للهادي فإذا واحد قرر التاريخ الأهم بتدبر وتعمق حقيقة وهذا كتابي وراي يشوفوه التشييع السياسي والتشييع الديني باحث الموضوع بالتفصيل إمام إمام شلون صار هذا إمام وهم متكلمين الشيعة يعني يقولون فعلا ما يكونوا صوصوا وصايا وكذا وإنما بالمعاجز إليهم يصيرون يجيب معجزة هو إمام محمد ما جاب معجزة شلون الإمام يجيب معجزة ومنه قال جاب معجزة شلون تثبتون هذه معجزة معجزة الحجر الأسود مثلا اللي يتكلم وأثمة الإمام الزين عبدين هاي أسطورة فما يمكن نبني الدين وعقيدة ومبدأ وكذا ونظرية سياسية حتى على أساطير وعلى معاجز وعلى كذا فهي النظرية وصلت لطريق المزدود وانقطعت وراحت وصار ألف ومثين سنة والآن احنا ما عدنا شيء اسمه إمامية ولا عدنا أئمة حتى نتبعهم نعم يوجد علماء بالتاريخ كانوا عدهم كلام حلو اجتهادات لطيفة سيرة عطرة مثلا أخلاق جيدة احنا نتبعهم ونستنير بعلومهم وبثقافتهم وبفكرهم بس كأئمة حكام معينين من قبل الله ما عدنا اليوم لذلك احنا نؤيد النظام الديمقراطي والديمقراطي النظام الديمقراطي بديل عن الإمامة وبديل عن نظام الخلافة السني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما عدنا تطول كثير في هذا الموضوع